اشتركوا في القناة وشارك في التدريبات الجماعية كل من ثناء فريق 2003 وهم محمد كمال اوماجا وكريم عبدون بجانب محمد خضر لاعب وسط فريق 2002 وحسام اشرف لاعب فريق 2001 خاصة الجهاز الفني فقرت تدريبات تأهلية واستشفائية خاصة لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الاهلي وقاضت هذه المجموعة تدريبات تأهلية خفيفة باستخدام بعض الادوات الرياضية التي تم استخدامها من صالة الجيمينيزيوم تحت قيادة اندريا فليب سوزا وبعدها خاضت المجموعة تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمينيزيوم ويأتي ذلك لعلاج الارهاق وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب في ظل استعداداته لخوض مواجهة سموحة أدى لاعب الفريق من البدلاء والمستبعدين من مباراة الاهلي فقرة فنية وخططية قوية تحت إشراف الجهاز الفني خلال ميران أمس وأجرى اللاعبون بعض الجمل التكتيكية والفنية الخاصة بعقب ذلك خاضت المجموعة نفسها تقسيمة فنية قوية تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المؤسود المدرب المساعد شهدت تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها وشهدت التقسيمة تقلق قوية من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد نجمي لاعباء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالي غادر القاهرة صباح أمس الجمعة بعد انتهاء رحلتهم مع القلعة البيضاء متجهة لبلدهم المغرب هنا أحب أني أوجه لهم كلمة أنتوا من أفضل محترفين على الأقل لأن أنا عصرتهم وإن كان بن شرقي موفق أكتر من أولاجم لكن برضو مع الوداد أولاجمي لاعب كبير جدا بصراحة كنتوا محترفين حتى لحظة رحلكم وشكرا طاري حامد ما ديتناش أي غلصة أننا نقول لك شكرا على اللي قدمت مرتضى منصور أحلام جمهور الزمالك أوامر هناك صفقات جديدة وواصل رئيس الزمالك حديثه قائلا هناك تسعة صفقات تم إبرامها الصفقات في كل المراكز بين لاعبين محليين وأجانب كل ما يحتاجه الفريق ورفض منصور الكشف عن الأسماء التي تم التعاقد معها مؤكدا أن الدوري لا يزال طويلا والفريق أمامه مباراة هامة أمام اسموحة في مسابقة الدوري مرتضى منصور سيد عبد الحفيز تخطاني ولم يصافحني على منصة التتويج بكاس مصر خلال تسلم المدليات وأكمل عبد الحفيز ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية ولا أعرف لماذا تتركه الدولة طالب مرتضى منصور من إدارة الكرة تجهيز كشف خاص بقيمة مكافئات اللاعبين بعد التتويج بكتولة كاس دسر لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة أمير مرتضى منصور أشكر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عندما توليت المسئولية أخبرته بأن الوضع سيء وتابع مرتضى منصور قال لي عايز التحارف على كل البطولات واللي هتطلبها نعمل عقد فرير جلسة مع اللاعبين قبل بداية ميران أمس الجمعة وقدم المدير الفني التهليئة لللاعبين وجهازه المعاون بعد الفوز بكاس مصر وأكد فرير لللاعبين أنهم كانوا على قدر المسئولية والثقة وقدموا مباراة فنية على مستوى عالي واستطاعوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق وخلال حديثه مع اللاعبين قال أن صفحة بطولة كاس مصر أغلقت تماما ويجب التركيز في مباراة سموحة من أجل الحفاظ على صدارة جدول المسابقة والوصول للهدف المراد دائما وهو حصد البطولة حرص أسامن به على تهدئة اللاعبين وقد أملهم التحية على المجهود المبزول خلال الفترة الماضية ونتج عنها أول خطوة وهي الفوز بكاس مصر وأضاف خلال الجلسة أن اللاعبين أمامهم لقاءات قوية في الدوري بداية من المباراة الأحد أمام سموحة مشيرا إلى أن صفحة كاس مصر أغلقت بعد الفرحة المستحقة بالتتويج عقد أيمن طاهر جلسة مطولة مع محمد عواد خلال ميران أمس وقدم أيمن طاهر التهنئة لمحمد عواد على الفوز بكاس مصر وقدم له التحية على المجهود المبزول خلال الفترة الأخيرة ووجه أيمن طاهر رسالة قوية وتحفيزية جاء نصها كالتالي عليك الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة البطل دائما لا يكتفي بتحقيق هدف واحد ولكن يهدف لتحقيق المزيد والمزيد وعدم الاكتفاء وأضاف أيمن طاهر خلال رسالته لعواد انتظر منك الكثير وأفضل شيء خلال الفترة المقبلة وعليك مواصلة العمل والتدريب بكل قوة وفي نهاية الجلسة قدم محمد عواد التحية لمدربه مؤكدا له أنه ثابت قصار جهده ليكون على قدر المسئولية دائما وثقة الجهاز الفني اختار فريرا أكثر من لاعب ليشغل مركز الجناح الأيسر بعد رحيل بن شرقي وأبرزهم سيد عبدالله نمار خاصة أنه مركزه الأساسي الذي كان يشارك به في قطاع النشيئين بالزمالك كما وضع يوسف أسامن به من ضمن اللاعبين المرشحين للمشاركة في ذلك المركز بالإضافة لعبدالله جمعا مرتضى منصور بلغت اللاعبين أن هناك مكافأة مضاعفة لللاعبين ولكن يجب أن تغوزوا لكي تفرحوا الجماهير وليس من أجل الأموال وتابع أنا ومحمود الخطيب قدنا معترك رياضي وهو دخل من وجهة نظره فيه معترك خناء أنا كسبت وفرحتي بالبطولات والتفرحتي بالبلغات والبيانات شارك سيف فاروق جعفر في التقسيمة الفنية خلال التدريبات الجماعية أمس وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإزالة الجبيرة التحفيزية لللاعب بعد الإطمئنان عليه وخاض سيف جعفر التقسيمة مرتديا لاصقا على موضع الإصابة التي يعاني منها باليد اليمنى بعدما تعرض من قبل لإصابة بكسر في المشطية الرابعة كإجراء يساعده على المشاركة بشكل طبيعي كتب شيكبالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عودتكم كان لها مفعول السحر دمتم الملهم واللاعب رقم واحد دائما كتب إمام عشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام موجها كلامه لطريق حامد طبعا مهما أتكلم مش هعرف أوصف لك أنت بالنسبة ليا إيه في كل وقت كنت بتطقف جنبي برى الملعب وجوه الملعب وأضافوا كل الكلام اللي كنت بتقولوا ليا مهم مهما أتكلم مش هعرف حدي لك حقك واختتم ربنا يا كرمك يا حبيبي وأشوفك كويس على طول وتكسر الدنيا كلها علشان أنت تستاهل كل خير هتوحشني يا مصمار كتب أحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أخوي الكبير أكيد أنت عارف أن أنت هتوحشني قدي إيه وأضافك لكن أتمنى لك التوفيق في خطواتك الجاية وأنا عارف أنك هتكسر الدنيا حبيبي يا مصمار بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن ندي الزمالي كتمنى الفكرة تكون خفيفة على قلبكم يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة ومتشكي لكم جدا على دعمكم